اشتركوا في القناة وتخرج بتتعمل كتير كتير وأنا كنت تعريبا من أكتر الناس اللي بتشترك في نظريات الإخراج لأنه كانوا شايفين أنه على دمي خفيف شوية علاقة كتير صراحة مش شوية شكرا فكانوا دايما بيحطوني في يعني مشهد مشهدين مشهد مشهدين فجاء زميلي حمد البدري مخرج مخرج طبعا الله يذكرا بالخير ويوفقه في شول كان طالب معك كان طالب معي فقال لي سعيد أنا عندي مشروع التخرج بتاعي في دور مزيعة وما فيش أي بنت في المعهد هترضى تعمل الدور دا أكيد في كلام خادش لا الشخصية نفسها كانت فضيعة لازم ريال عشان ياخد راحته أنا ما كنتش أعرف لحد دلوقتي أنه هو لازم راجل أنا ما كنتش أعرف أنا فكر أنه هو عايز يجيب حدي من المعهد يعني فلتو طب أوكي ماشي برا فيه ممكن تجيب واحدة تكون جريعة يعني فقال لي لأ احنا مش هنجيب من برا قلت له ما هنجيب منين قال لي من جوه قلت له مين قال لي أنت أنا وقتها كنت معاه شغال مساعد مخرج أوكي فانصدمت قلت له زي دي كانت أول مرة أعمل فيها دور كانت سنة 2000 ساعة وتسعين ألفين فانصدمت وقلت له أوكي ما فيش مشكلة حعمل ده مع أنه أنا كنت رافض أعمل الدور نعم أنا مساوي دور مرة وما شنو شنو حعملها وخصوصا ما في تجربة زي بالضبط يعني فكانت معانا أحلام حسن فاننا أحلام حسن دكتورة طبعا دكتورة أحلام حسن وكانت دي أول مرة أطلع فيها على الخشبة بدور نسائي عملت فيه دور مزيعة وأول ما طلعت على الخشبة انت عارفة إحنا عرضنا بتبقى في قاعات قاعات صغيرة سكاشية ايه؟ كانوا قاعدين على الأرض قاعدين على الأرض نعطلين المشهد أنوا مستنيين المشهد وشعبين بروباتة فلما طلعت الجمهور قاعد يتحك أنا مش قادر أتكلم مش قادر أتكلم ما أعطاك باور؟ لا خوف أعطاني خوف وخجل عايز أطلع بس خلاص أنا فيها يعني تزقت تحسنت كأنني مو تزقت مو كان سويت شيء حلو يعني أنا مش عارف أنا هما بيتحكوا لي اختلاط المشاعر فأول ما سكته أنا تكلمت زاد الدحك لغة عربية كان لغة عربية كمان زاد الدحك أكتر مش عارف أتكلم عايز أسكتهم أحلام حسن طبعا فنانة كانت لها تاريخها يعني طبعا حتى وقتها سنة 2000 أحلام كانت شغالة هي طبعا بخبرتها وكده علجت الموضوع أنها تكلمت هي اللي بدأت الحوار مع أنه عندي أنا مش عندها هي بس لأن شافتك قالت ساعدني يعني فساعدتني وعد الموضوع عرضنا بعدها طبعا انكتب عني في الجرائد